سيد علاء نبدأ بما جاء بصحيفة هارتس نسبة أن واحدا من كل أربعة إسرائيل مستعد لمغادرتها إن استطاع كنسبة كيف تقيم؟ كيف يقيم هذا؟ حياتي كوثر هذه نسبة للمرأة الأولى التي في أغلب الأعوام وفي أغلب الحربات التي خاضتها إسرائيل لم تكن نسبة عالية إلى هذا الحد وليس ذلك فقط وهناك أيضا قناعة تامة بأن هذه الدولة هي لم تعد دولتهم وأن هذه الدولة هي لم تعد الدولة الآمنة التي حلموا بها فقد هاجر الكثير منهم إلى هذه الدولة لينعموا بالفعل في دولة آمنة وأمان اقتصادي وحتى أمان اجتماعي وسياسي أيضا لكن ما يعونه الآن في الأشهر الأخيرة بأن هذه الدولة لا تعطيهم بالفعل ما حلموا به وليس هذا فقط فقط اليوم يعني منذ مساء اليوم أرجرت القناة الثانية عشر أيضا استطلاع خاص بها واستطلاع موسع جدا حيث يقولون بأن هناك ما يعادل 53% من الإسرائيليون يفكرون أيضا بالهجرة ليس فقط منهاجه بالفعل إنما يفكرون بالهجرة الفعلية من هذه الدولة ناهيك عن هذه القرارات الجدية والتي أيضا بدأوا الآن أغلب الإسرائيليين بأخذ مدقراتهم من داخل البنوك وتحويلها أيضا إلى حسابات خارجية خارج إسرائيل وبالتالي هم يهرون بأن هذا الحل هو الأفضل ولا يهرون بذلك أيضا حلا لنهاية هذه الحرب وهذه الصفقة التي يعيقها بن يمين نتنياهو وليس هذا علاوة على ذلك أنهم يهرون أيضا بأن بن يمين نتنياهو المسبب الأول لهجرة اليهود من هذه الدولة بعد أن كانت الدولة الموعودة بالنسبة لهم بالنسبة للشعب الإسرائيلي بأن نتنياهو هو السبب وليس هذه الحرب إنما نتنياهو هو السبب الأول لهجرة الإسرائيليين من هذا البلاد فليس بمحض الصدفة أنهم يقومون بالفعل في كل شهر في هذا الاستطلاع لأن هذه الاستطلاعات بدأت كاستطلاعات عامة واستطلاعات عادية إلا أن ذلك بدأ يثير قلق أغلب السياسيين وأغلب المسؤولين والباحثين في داخل دولة إسرائيل بأن هناك بالفعل تفكير جاد وكهرات جدية من أجل الهجرة من الدولة وما أنهم يرون بذلك بلا عودة نحن لا نتحدث عن هجرة مؤقتة إنما هجرة بلا عودة فهم يرون بذلك خطورة على قيام هذه الدولة وعمر هذه الدولة هل يمكن أنه من زاوية ما خاصة فيما يخص الشمال مثلا كريلات شمونة بتصريح مسؤول إسرائيلي أن 14% من السكان لن يعودوا إليها من جهة لو ننتقل حتى أيضا جنوبا إلات ما يحدث بالنسبة للميناء سرعة الاستجابة مقارنة بما حدث في تل أبيب بالنسبة للجانب الإسرائيلي نوعا ما هؤلاء يحسون بعنصرية ما من قبل الحكومة هل هذا صحيح؟ صحيح بالفعل الذين يعيشون الآن في الشمال عندما بدأت الحرب قد زيحوا إلى مناطق المركز وإلى مناطق الجليل لكن بعدما بالفعل بدأت تطعمك هذه الحرب وبدأوا يرون في أن كل الحرب وكل النفقات تصرف على الجنوب وعلى المركز يرون بأن ذلك هي ما تسمى عنصرية السود أسمو تلك هي عنصرية السود الشمالية في هذه الدولة فأنهم يرون بأن أيضا لا مناص لهذه الدولة وأنهم بالفعل لا يرون بهم بالسكان الجديون والسكان الذين يجبوا الحفاظ عليهم حتى دولة إسرائيل على مدار العقود ومدار التاريخ فهي حتى من ناحية الاستثمار في الشمال والملاجئ وكل ما يتعلق في منطقة الشمال مع أنها قريبة جدا إلى جنوب لبنان أنها لم تستثمر إلى الآن فليس هذا فقط هناك أيضا أصبح نوع من التمرد الآن في منطقة يهودة والسامرة ما يطلقون عليها مجمع مستوطنات يهودة والسامرة الذين اليوم قالوا أننا سوف نقوم بخطوات ثانية وخطوات لن يتوقعها رئيس الحكومة بن يمين نتنياهو وسنقف أيضا مع الشمال في هذه الحرب يعني بن يمين نتنياهو هو يعني حتى كيفما تكلمت هذه الصحة وكيفما كانت هذه المشاكل من ناحية الشمال والجنوب والمركز فانهم ينظرون إلى أن المشكلة الأولى في هذه المحلية بن يمين نتنياهو بالتوازي مع كل هذا يعني هناك خسائر اقتصادية كما جاء بالنسبة يعني أو قدر بالنسبة لمنائلات بأنها الخسائر وصلت إلى خمسين مليون شيكل حتى الساعة هل الحرب وحدها هي التي تسببت في هذه الخسائر سواء عن مستوى الاقتصادي أو الأمني أم هو فقط هي عرّت على حقيقة هذه الحكومة؟ هي بالفعل هي عرّت على حقيقة هذه الحكومة صدف فقط يعني إلات من يعرف ميناء إلات هو في مشكلة وأيضا مدينة إلات أم الرشراش هي في مشكلة جدا من وقت الكورونا حيث أنها لم تكن هذه الدولة بالاستثمار وبدعم هذه المنطقة باعتبارها منطقة سياحية ومنطقة أيضا مركزية فيما يعد بالموانئ ووصول البضاعة إليها والآن عندما بدأت هذه الحرب أيضا لم يتم ذكرها لا بالإعلام ولا حتى على لسان أي أحد من الحكومة وحكومة من يمين نتنيار فالآن هذه الدولة يعني حتى من ناحية ميناء حيفا الذي يعد أيضا ميناء مركزيا لم يتم بالفعل النظر إليه بجدية كميناء إلات فالآن نعود إلى منطقة المركز يعني حتى ميناء أزدود هو صاحب الحصة الأكبر بالفعل بالاهتمام والخوف العسكري بأن يصاب هذا الميناء بغم أن ميناء إلات أيضا هو ليس بالميناء الصغير هو ميناء مركزي يعني يصق في البحر الأحمر وهناك وهذا الميناء هناك أيضا البضاعة المكدسة إلى الآن التي لم بالفعل لم يستطيع أحد من التجار وهي أيضا مظاهرة التجار في داخل هذه الدولة بأن يكون بأخذ بضاعته التي هي يعني هناك في هذا الميناء منذ ثلاثة أشهر وليس هذا فقط يعني ميناء إلات لأول مرة في تاريخ هذه الدولة يعرض بشكل صريح وواضح للبيع يعني في شكل هزلي جدا بأن يقولوا أننا سوف نكون بالبيع لميناء إلات وهل هناك من المشتري فهذا لم يكن على مدى عقود في هذه الدولة بأن تكون ميناء بيكون بإعلان عن نفسه بالبيع فالآن كما قلت وكما أسلفت بأن هذا هو التعاري لإدارة هذه الحكومة وأيضا إدارة الاقتصادية يعني بإدارة الاقتصادية التي هي أيضا بيتسل إيل سموترش التي يضع يده عليها بشكل تام هو ومير ريقب الذين يعتبرون من أحد المناوئين من أحد المداعمين الكبيرين لبن يمين نتنياهو هم أيضا سبب في هذه الأزمة التي يعتبرها التجار والتجار منائلات وأيضا الوضع الاقتصادي بهذه الدولة